بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدة قلات النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات ستوديو الأبطال هنللح حضراتكم النهاردة قمة كرة السلة النادي الأهلي ونادي الزمالك في الجولة الرابعة من الدور الترتيبي بدور السوبر لكرة السلة المباراة ستقام في تمام الساعة التساعة والربع على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة النادي الآن يدخل المباراة وهو في تاني ترتيب الجدول نادي الزمالك يدخل كثامن أو أخير في جدول ترتيب الدوري حتى الآن بعد ثلاث جولات تتلعبوا خلال الأسبوع اللي فات الحقيقة قبل ما نروح للمباراة وأتكلم عنها بشكل أكتر قبل ما نضم لها ضيوفه طبعا في السوديو التحليلي بحب أبارك النهاردة لفريق سيدات الكرة الطائرة بعد فوزهم أو الحفاظ على الفوز في أكبر عدد متوالي من المباريات بعدد 76 مباراة يمكن الرقم العالمي المسجل في موسوعة جنس هو 76 مباراة لأي فريق سيدات الكرة الطائرة على مستوى العالم الفريق النهاردة 76 يعني يمكن هناك فيه كلام على مباراة الكاس السنة اللي فاتت في دور التمانية الأهل يلعبها لا ما لعبهاش كلام ده كله ما يفرقش معنا احنا النهاردة 76 مباراة بدون النظر إلى هذه المباراة وبالطبع فريق السيدات بقيادة الكابتر حمد الصافي ما بينظرش إلى عدد المباراة هو عايز يوصل لمئة مباراة وأكثر كالرجال وهو ده اللي احنا منتظرون وان شاء الله نوصل بإذن الله لهذا الرقم النهاردة بنقولهم ألف مليون مبروك وهكذا النادي الأهلي بحطم الأرقام النادي الأهلي في كل الألعاب بيتحدى نفسه في تحطيم أرقامه اللي هو حقاها من قبل الحقيقة النادي الأهلي في الكرة الطائرة زمن رجال المسترز حققوا مية مباراة على التوالي هنا السيدات النهاردة بيكسروا الرقم القياس العالمي 76 مباراة المباراة القادمة تبقى 77 وإحنا بصين إن شاء الله إن احنا نعدي المياه ونعدي أكثر من ذلك وبتهيقل ده هدف اللعبات وكابتن حمد الصافي ألف مليون مبروك بالمناسبة في مجموعة من اللعبات اللي بتلعب دلوقتي زي كابتن مثلا نهل سامح كابتن الفريق قد يكون شاركت في 76 مباراة دول أو يمكن شاركت في أكثر بالطبع يعني أنا بدي مثل بكابتن الفريق ولكن أكيد في لعبات كتير شاركوا في هذا الإنجاز بالطبع الجهاز الفني اللي موجود شارك في هذا الإنجاز وبانوا على اللي قابليهم الحقيقة وبانوا على اللي قابليهم هو ده النادي الأهلي ألف منهم مبروك لازم نبتدي بهذا الخبر السعيد وهذا الرقم القياسي الجديد الذي يضاف إلى أرقام النادي الأهلي التي أجهدت كل من حول النادي الأهلي